ترجمة نانسي قنقر هو السبيل إلى خفض عدد الحالات القائمة بفيروس كورونا خاصة وأن المرحلة الحالية من مواجهة الفيروس تتطلب مزيدا من الالتزام حفاظا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة حيث يشكل الفيروس خطرا على سلامتهم لذا فإن مواصلة تعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس هي مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة تجاه مملكة البحرين ودعم ومساندة للجهود الكبيرة والمتواصلة التي يبذلها الفريق الوطني الطبي والطواقم الطبية والتمريضية طوال الفترة الماضية وحتى الآن في تعزيز سبل التصدي لفيروس كورونا حيث أن عداد الحالات لا تزال تشهد ارتفاعا ملحوظا وهناك ارتفاع كذلك في عدد المخالطين والمطلوب هو توحيد الجهود المشتركة وتكثيف العمل من الجميع في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة والمبادرة بمضاعفة كل فرد لجهوده عبر حثه لجميع من حوله بتشتيد الالتزام بالإجراءات الاحترازية في كل الأوقات من أجل مملكة البحرين والتي تشمل ارتداء الكمامات التقيد بمعايير التباعد الاجتماعي الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون مع الحرص على تعقيم الأسطح والأدوات المستخدمة بصورة مستمرة كما حثت الوزارة كل من تظهر عليهم أعراض الفيروس الاتصال بالخط الساخن 444 واتباع التعليمات التي توطى لهم بدقة حفاظا على سلامة الجميع